انتشر السؤال متى موعد دخول اول سيارة مستولدة مباشرة بعد صدور دفتار الشروع وسنجيب هنا عن هذا السؤال عن طريق وزير الصناعة ومنظمة حماية المستهلك قال السيد احمد زغدار وزير الصناعة يوم السبت 19 نوفمبر 2022 كاجابة لهذا السؤال تاريخ دخول اول سيارة مرتبط بمدى التزام المستثمرين بانخراطهم في دفتر الشروط وقد صرح ايضا بشأن الاسعار قائلا اسعار السيارات متعلقة بتكلفة الانجاز والاستيراد كما اوضح السيد زغدار عن متى يتم منح الاعتمادات بقوله عندما نقيم دفتر الشروط مع الملفات سوف يمنح اول اعتماد لذلك فان موعد دخول السيارات حسب وزير الصناعة مرتبط بمدى تقبل الوكلة ومسايلتهم لدفتر الشروط وتقديم ملفاتهم في اقرب وقت ممكن علما ان دراستها ستستغرق 30 يوم بعد اداعها وفي فيديو قام به رئيس المنظمة حماية المستهلك السيد مصطفى زبدي يشرح فيه تفاصيل دفتر الشروط صرح بان هناك وكلاء مستعدين من قبل مع دفتر الشروط القديم ونتوقع اذا بسطت الاجراءات فان موعد دخول اول سيارة مستوردة سيكون بحدود اواخر الثلاثي الاول لسنة 2023 يعني نهاية شهر مارس سلام